بعد مطالبة دول مجموعة السبع بخروجها من الاقليم اعلنت السلطات الاثيوبية بدء انسحاب القوات الاريترية من منطقة تيغراي القوات الاريترية التي تقاتل بجانب الجيش الاثيوبي واجهت اتهامات بارتكاب مجازر وعمليات اختصاب ونهب في الاقليم وهو ما دفع دول مجموعة السبع بان تؤكد على ان يكون الانسحاب بشكل سريع وغير مشروط ويمكن التحقق منه من جانبه قالت وزارة الخارجية الاثيوبية ان عملية الانسحاب قد بدأت واوضحت في بيان لها ان الجيش الاثيوبي هو من يتولى الان حراسة الحدود وعلى الرغم من نفي اديس ابابة لفترة طويلة بوجود قوات ارترية في تيغراي الا ان سكانا ومنظمات ودبلوماسيين ومسؤوليين محليين اكدوا ان القوات الفيدرالية حظيت بدعم قوات من جارتها الشمالية ارترية وذلك قبل ان يقر رئيس الوزراء ابي احمد بوجودها ويصرح امام البرلمان بوجوب انسحابها من المنطقة